مساع دولية حثيفة لإنهاء الصراع في اليمن ولا نتائج ملموسة إذ لا جديد في تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتون غريفث الذي ظهر في مؤتمر صحفي من صنعاء بعد أن ظل الحوثيون يمنعونه من دخولها لأكثر من عام ظهر بحديث مكرر وتصريحات مسموعة من قبل غريفث قال إن استمرار العمليات العسكرية في مأرب والمحافظات الأخرى يعيق آفاق السلام ويعرض حياة الملايين للخطر كما أعرب عن إحباطه إزاء خروج جهوده لوقف إطلاق النار عن مسارها بسبب سعي الأطراف المتحاربة لتحقيق مكاسب عسكرية أما ميليشيا الحوثي فقد اتهمت الأمم المتحدة بشرعنة وجهة نظر التحالف بقيادة السعودية حيث قال القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي في حسابه على تويتر قال إن الأمم المتحدة تعمل على شرعنة ما أسماه الحصارة بالمساومة والابتزاز قبل وقف إطلاق النار في بعض المحاور والذي تستغله دول التحالف لتسويق أن جماعته هي المعرقلة حسب تعبيره وهو ما اعتبره سياسيون انطباعا ضمنيا إزاء نتائج المشاورات التي أنهها المبعوث الأممي بصنعه مباحثة غريفث منذ أن عين مبعوثا خاصا إلى اليمن كالدوران في حلقة مفرغة لسيما الأخيرة منها إذ من المنطق أنه لا يمكن أن يجد حلا في زيارة واحدة إذا لم يحقق اختراقا منذ ثلاث سنوات وهو ما أكده في ختام زيارته الأخيرة لصنعه الذي غادرها كما دخل إليها ترجمة نانسي قنقر